موسيقى الى ابي بعد ايها المنبثك من رهافة الندى انتظرك كل صباح ايها الملقي تعبه على كتف المساء المستريح في حضن راحة الضمير انتظرك كل مساء ايها المنبعث فيا كلما قتلت ثانية اختها انتظرك كل ثانية ايها الحاضر في الغياب حضورك نفسه في الحياة انتظرك ما نبضت الحياة ابي وتنتظرك معي اليوم شموع عيدك مشاهدينا الله معكم حبت بلش حلقة اليوم بهالشعر الحلو والمؤثر للشاعر حبيب يونيس واكيد بهالمناسبة بحب عيد جميع الاباء باللبنان وبالعالم واكيد ما بدنا ننسى بين السماوي يلي وهبنا الحياة ومرفقنا بكل مراحل حياتنا برحب بضيفة بهالحلقة الاب هادي عبود اهلا وسهلا فيك بارهادي على شاشة مريم تيفي مساء الخير وينعد عليكم وينعد علي كل الاباء وكمان فرصة نذكر الاباء اللي انتقلوا من هيد الحياة طيال رب هاك يكون عم يشملهم برحمته صح وبرهادي كمان ابدأ عيدك حضرتك أبي رعية ماريوسي في بيروت اكيد أبي رعيتك برهادي عنوان حلقتنا اليوم يا بيل بالسماء شو بيقلك هالنهار وشو انت بتقله اكيد عيد البي هو عيد مميز مصدر الحياة بيبلش من هيدا البي اكيد مع الام بس عم بحكي عن البي السماوي اللي منه مناخد كل صورة البي فبهيدا النهار هو وقت لا نرجع نتذكر انه نحن موجودين لانه كان في باي نعم وانا ابن لانه في باي صح وابنفس الوقت اللي بحب قول له لهيدا البي انه ان شالله ويراد كل الابناء ما كتير يعيدوا بياتهم بس بالكلمات خلي أعمالهم الناس لما تشوفهم ويشوفوا أخلاقهم وتفكيرهم وإيامهم مبادئهم يقولون يا لربوك أو طوبة لأهلك لربوك واكيد البي هو لعب دور فيهم حلو أكيد برهادي بدأ نسلط الدول الليلي أنا وياك على أهمية وجود الأب العيلي أهمية هالصخرة يلي بتمبنى عليها العيلي للأسف يمكن عم نبعد شوي عن مواصفات الأب الحقيقية عم نلتهي بأشياء سطحية أكتر يمكن الأب لا شعريا أكيد عم يلتهي بتأمين الاحتياجات أولاده، عائلته، زوجته، عم يلتهي بمتل ما منقول أشياء سطحية أو كشور نرجع منقول للأسف شو رأيك أنت؟ نحن وين رايحين؟ بالمجمل بابا فرانسيس بيحكي عن عالم اليوم بيسميه أوقات ثقافة النفايات لأنه بيخلينا نروح لمطارح إحنا ما بدنا إياها وما عبالنا نروح عليها صح الأباء عم بيقعوا بهذا الفخ بلا ما يحسوا مرغم عنهم صح صح يعني هو نيته الأساسية يكون عم بيهتم بأولاده نيته الأساسية يكون عم بيأمن معيشتهم نيته الأساسية هون عم بيلاقي أفضل تربية لأولاده بس بالواقع هاد عم بيكون فخ عم بيخليه قبض بعيد عن بيته بعيد عن أولاده ولما يرجع البيت بيكون تعبان لأنه مش عم بيقدر يوصل للنتيجة ومنشوف الأولاد عم بيكبروا بدون أباء بينما اليوم البي حضوره هو الأساس حضوره لأنه هو صورة عن ابنه هو وصغير وأكيد مع البنت كمان عم نحكي نفسيا حضوره كتير ضروري لأنه هو اللي بيأمن له هيد الأمان اللي بيحسسه بأنه فيه سنة حده وأكيد كل الأمور اللي الأولاد هنا بيحاجئ إليه فاليوم يمكن ضروري بعيد البي يرجع البي يتذكر شوي شو دعوته دعوته الأساسية صحيح يكون عم بيأمن معيشة أولاده بس اليوم هيد المعيشة ولا مرة رح تكتفق فخير إليه يحط أولوية تانية يكون حاضر حد أولاده أولاده عايزين المصاري بس المصاري منا كل شيء وعايزين يمكن هيدا التعب وهيدا الثمار من أطعابه بس أنا عايزينه إليه أكتر فاليوم يمكن ضروري البي يعرف أن أولاده بحاجة إليه ليس للشي بس الذي يقدمه واللي اليوم بمجتمعنا من لخصه بالمال نعم برهادي قلت أنه الأب عم يقع بالفخ من ينصب هذا الفخ؟ من مين لازم ينتبه؟ مربولوس يقولنا أنتم لا تحاربون لحم ودم إنما روحوا النجس نعم اليوم في هيدا الروح بقلب هيدا العالم هيدا السقافة هيدا المنطق اللي بيجيب بياخد بيسرقنا من بعض يعني قبل كانت العيلة تقضي وقت مع بعضها اليوم تليفون كتير صغير قادر يسرق العيلة من بعضها صح قبل ممكن كان الوقت لنتعشى سوا ونتغدى سوا ونحكي مع بعضنا بينما هلأ كل واحد بدي يأكل بسرعة وبدو يقوم قبل كان البي يرجع أو الأم تكون بالبات شوي مرتاح فيه اتكال على الرب أكتر مش على الجهد وعلى الطاقة الشخصية اليوم صار اتكالنا حالنا عم بفوتنا بدوامات كتير كبيرة ما عم نعرف نظهر منها نعم بيشتغيل وبتعب والبي بيرجع عم بيحس حاله مؤثر دايماً ما انو عم بيعطي المستوى الأفضل بالنسبة له فبعتقد اليوم كتير هي الاشياء اللي عم تجرب تضرب العائلة من اشياء خاصة بالمجتمع هالخطية الجماعية بسمية جون بولدو او الخطية المنظمة طبع المجتمع او هيدا الروح الشر اللي هدفه يضرب العائلة لانه مجرد ما ضرب الراس تتبدد الخراف فالبي هو رأس العائلة مجرد ما انو ينضرب او تتشوه دعوته ورسالته بقلب البات صار كتير هي ناسرق الولاد وكتير هي حتى اسرق الزوجة اذا غياب البي كتير رح يقصر مطارح تاني متل غياب الام بس اكيد بيبقى البي عنده ميزته والام عنده ميزته كمان نعم وهل برأيك برهادي عم نفقد هالقيام هيدا يعني رح نفقدها كلياً ولا بعد فيه امل وكيف لازم نشتغل تا نضل محافظين على هالقيام هيدا نحنا كأهل منا صعبة او بالاحرى صعبة وصعبة كتير بس منا مستحيلة منا مستحيلة لانه الروح هو عم بيشتغل معنا عكل حال اهمية العيلة واهمية الدور العيلة كل بابا اذا منلاحظ اضرع الكنيسة دغري خاصة السنة للعيلة نعم او رجع احيا هذا المفهوم خاصة اليوم بكنستنا المرونية عم بيرجع ينعاد ويتفكر شو ممكن نعمل للعيلة من اعداد للزواج قبل او مرافقة الكوبلات بعد الزواج اللي نفقد الامل اكيد لا مش شغلتنا هنفقد الامل لانه نحنا ابناء الرجاء والروح راح يشتغل وعم يشتغل ورح يضال يشتغل بس بيبقى انه اليوم نستعمل اللي غا يقدر ويفهموها العيلة وهيدي تربية وتمرينة من اتمرن عليه واللي هي شخص مؤمن عايش علاقته مع الرب مش ممكن يوصل لهيدي المرحلة اللي بطل يكون باي على حسب قلب الله بينما اللي ملتهي بامور العالم ومنه مصدق انه عنده باي سماوي راح يلتهي وبسهولة بينسرق وبسهولة بينخطف مشكلتنا انه نسينا انه صحيح انا باي بس انا ابن بنفس الوقت انا باي بهيد الارض بس انا ابن كمان للقاب السماوي نياله الباي نياله الباي اللي بيعرف يبتكل على باي والسماوي ساعته راح يدل عنده شعور الابن هيدا الشعور الطمقنينة شعور انا فيه مين حدي شعور هيدا السلوات اللي بتأكد له انه الله حاضر معي وهو عم بيددر انس عطه الى السماء فانت هناك والقوان ما رحت انت كنت موجود نعم فيمكن حلو والمفتاح راح يخلينا دايما نربح المعركة نتذكر انه نحنا ابناء نعم بير هادي من اقوال البابا فرانسيس مؤخرا بيقول هيدا القول الكتير حلو راح قللك ايه ونرجع عن ناقشه الله ينتظرنا ويود ان يقبلنا ليس علينا ان ننسى اننا لن نكفه عن كوننا ابناء الله اي ابناء ابن يحبنا وينتظروا عودتنا اده كلمة البابا فرانسيس انت عند جد بتجسد معنا الابوة وقدام نحس فيه تشابه كتير بين الاب السماوي والاب الارضي يعني اذا منقرأ شو ايه البابا فرانسيس انا مثلا شخصيا بحس عم بيحكي عن بيه والشخص اللي جاي الابن والابوة اللي عم بتذكرني بابنوتي وهيدا الاهم وهيدا النقطة المفتاح اذا انا بتذكر ان عندي بايه ارضي وعندي بايه سماوي ما في بايه بدون ابن وهيدا جمال الهنا هو بايه لانه في عنده الابن وانا ابن لانه عند بايه فاليوم على قد ما بضل حاطت ببالي انه اله هو بايه على قد ما بتذكر انه اله اللي انا بعبده وبحبه وانا بعلاقة معه هو بايه على قد ما بتذكر هويته ان ابن ولما كون ابن يعني ما حدا بقى بيقدر علي لسبب كتير بسيط لانه عند بايه بتذكر باعتقد نحنا وصغار اذا ابن صار له شي او الولاد صار له شي ما بيدافع عن حاله اذا بايه موجود دغري بيركد بيتخبط ببايه لانه عارف انه بايه هو رح يدافع بايه هو رح يحميه هو رح يهتم فيه اذا رايح مشوار ما تفكر شو بدي اتغدى لانه معي بايه واكيد معي امه هني رح يكونوا عم يفكروا ويهتموا بهذا الموضوع فقادي شو حلو اتذكر ان انا ابن لالله قادي شو حلو اتذكر ان انا عندي هذا البيه والاجمل بهذا البيه انه هو دايما نطرناه ولا مرة البيه بتشيح نظره عني بيشيح نظره عني او بتغيب عيونه عني تذكر الابن الضال قد ما بعض كان بايه وكل يوم يخرج ينطره والدليل لما رجع لقيه بره وشو عمل اول ملتقه فيه باسه متل ما هو مع انه كان جاي من مطرح يمكن من مزرعة الاخنازير ما انه بحالة خارج حدا يبوسه بس هاي بايه اللي بيبوس الابن متل ما هو ليقل له ايمتك بالبنو اللي انا عطيتك اياها مش بالشي اللي انت فيه فاليوم البابا فرانسيس عم يدعينا نتذكر انه نحنا ابناء نتكل على الله هو باينا هو بيدبر صح برهادي هل برأيك فيه نوع من ازا فينا نقول وكالة بين البي السماوي والبي الارضي منحس ازا منتعمق مظبوط شو يسوع بقلنا بالانجيل وكان مرة نذكر الاب وكيف يسوع بيصفلنا الاب منحس كأنه ربنا وكل مهامه للبي الارضي وهل برأيك ايضا هالمهام هاي دي رح يتحاسب عليها البي الارضي بعدين يعني انا عطيتك هالوزنة شو عملت فيها عطيتك ولادي كيف رب بيتهم وين وصلتهم على اي طريق دليتهم مية من مية لانه الابوة واحدة وبتجسد يسوع المسيح فرجينا اشمل صورة عن الابوة عفكرة الله القاب منة جديدة عن المسيحية موجودة قبل موجودة عند اليهود وموجودة حتى عن الوثنيين بس كانوا يعتبروا هداك الله القاب انه هو قاب خلق العالم عند اليهود كمان عندهم نفس البعد صورة هيدا البي الخالق اللي عم بيدبر شعبه بيسوع المسيح شفنا كل صورة البي مش بس البي اللي بيخلق مش بس البي اللي عم بيدبر التاريخ مش بس البي اللي عم بيعتنب الانسان كمان البي اللي عم بيرغب يكون بعلاقة حميمية مع الانسان وعم بيدعي الانسان يطلع من العبودية للبنوة مشان هيك يسوع شو بيقول لا أدعوكم بعد اليوم عبيد بل أبناء لأن العبد ما بيعرف شو بده يعمل سيده بينما الابن بيعرف شو بده يعمل سيده فبيسوع المسيح رفعنا رفع منطق البنوة ومنطق الأبوة ليقلنا أنه هيدا البي بده يكون شريك معه ابن شريك مش ابن أقل أو ابن عبد فاليوم في كتير تشابه بين صورة الآب السماوي والآب اللي أنا مدعو له اليوم صحيح الرجل بكل إرادته بيقرر يتزوج وبكل إرادته بيقرر يمكن أنه يكون باي ويكون عنده أولاد وإلى آخرية بس بالفعل في دعوة الله القاب عم يدعيه تيكون قاب على صورته يمكن أجمل صورة فينا نحكي عنا هي مار يوسف اللي هو البي الأرض اللي حمل وحمى وعطى اسمه ودافع وربى له يسوع ومنشوف يوسف كيف أخذ هيدا الأبوة وكيف عاشى لهالأبوة مع يسوع منشوفه ما فتح أبوة على حسابه ما ركب مبادئ أبوة من رأسه أنا أريد أن يكون باي مثل ما أنا عبالي يكون باي لا منشوف بكل الكتاب المؤدس هو قاب يطيع القاب السماوي بالحلم خد لعندك مرتك ماريم خد مخطيبتك ماريم أنا اخترتها وهي حاملة بأحشاقة أطاع بعدين على النزول لمصر أطاع كان دائماً يطيع القاب السماوي وهيدا المفتاح وهيدا اللي نحن بحاجة له اليوم اليوم يا باي مش انت بتخترع صورة باي عقياسك اليوم في مثال شامل إلك في مثال لهالأبوة اسمه بايك السماوي تعلم منه كيف يكون باي لأنه اليوم أنا بالأبوة قادر رأز أولادة قادر اتملكن لأولادة واعتبرون هودة ملك وحق إلي مية بالمية نعم فيه يجيبون ساعة البيدة بجهدون ساعة البيدة بتحكم بحياتهم ساعة البيدة لأنه هودة ملك إلي أو فيه اعتبرون هودة عطية من الله وأنا بدي جرّي بكون باي مثل هيدا البي السماوي عكل حال تاني صفة طاعته للآب السماوي يوسف استعملها هي ذاتها مع يسوع ومنشوف يسوع طاعه ليوسف وذهب وكان مطيعا لهما وكان مطيع لاش لأنه هيدا الطاعة مرّنته ليسوع إذا بدنا إذا فينا نقول أنه يطيع الآب السماوي بعدان فاليوم الولد اللي عم يتعلم يعيش الطاعة لبيه طاعة للخير طاعة للصح طاعة للشيء المؤدس رح يكون عم يتمرن يطيع الآب السماوي نعم وبتعرف شو أكبر قزمة اليوم أنه بطلوا الأولاد قادرين صدقوا أن الله هو باي نعم ليش؟ ليش؟ لأنه صورة باينا كيف؟ أيا باي عم بربط بيته؟ إذا باي اللي بيدربنا باي الغايب عن البات باي اللي ما بيجي إلا بس وقتا لكم في حساب لا يحاسب البي اللي بس قل له شيء بيعطيني مصاري تحتى أسكت ما بقل له البي اللي ما بيسمع لي يما منسمع أولاد عم بيخبروا باياتهم شيء بتلاقي بايه غفة أو بيستخف باللي عم بيعيشه والبي اللي ما بيقضي وقت مع ابنه بيجي بالآخر بقل له أنا بالكنيسة الله باي بقل لي ما بديها الباي فاتخيلي شو المسؤولية؟ مربولوس بيقول بسببكم يجدف على اسم الله هيدا الولد اللي عم بيربع مع هاك باي رح يبطل يعني له الله ورح يجدف على الله فاتخيلي مسؤوليته للباي صيته لالله وصورة الله مرتبطة بهيدا الباي وكيف عم بعيش أو من خلاله أولاده بيآمنه أنه الله بايه وعم بيدبر وحاضر وبحب وبحب دون شروط مش حبك مثل ما أنا بدي وإذا ما بتكون اللي أنا بدي يبطل حبك أبدا قلتها قبل شواء الباي ناطر مثل ما بيقول بابا فرانسيسو بالابن الضال ناطر الابن مثل ما هو إذا أنا مش عم فرجي هالسورة الباي ما في يطلب منه بعدين يصدق أنه الله في بايه فهلقد مسؤولية الباي الأرضي كبيرة حامل صيته لالله وصورته لالله بين إيدان أو بيفرجيها مثل ما هي أو ما بيفرجيها ولحتى يفرجيها مثل ما هي لنرجع للأساس بدو يكون ابن للأب السماوي نعم بير هادي التشبيه بين الأب السماوي والأب الأرضي نذكر عدة مرات بالإنجيل مثل ما سبق وذكرنا وبأمثلة عديدة إلا يسوع منها مثل الإبن الضال اللي حكينا فيه وأيضا بالعذة اللي إلا يسوع واللي هي يعني عن جد من أجمل يعني أنا بالنسبة لألي هيد الجملة اللي قال يسوع وهيد المثل أو العذة دايما بتأمل فيها وحب أقولها للمشاهدين كمانا والنقشة أنا وإياك بيقول يسوع من منكم إذا سأله ابنه خبزا يعطيه حجرة وإن سأله سمكة يعطيه حية فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكيف بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه يعني هون عن جد إدي يسوع عم بيشدد على صفات الأب وإدي عم بيشدد على هالتشبيه إنه أنت يا باي اللي على الأرض انت بي تمثل ببايك اللي بالسماء يمكن اللي بيميز إيماننا المسيحة هو الله باي ومنجاهر فيها ومنحكي عنا وما عنا خوف قول إنه الله هو باي لبل أكتر من هك يسوع بيروح بالعلاقة أعمى أبا بغنجه بابا ومربولوس الروح يصلي فيكم بأنات لا توصف وهو اللي بيخلينا نكون بهالب هذه العلاقة مع الآب السماوي ويكون هذه العلاقة الحميمية هو يصرخ فينا أبا أيها الآب فهيدي ميزتنا إنه الله كشف عن حاله بيسوع المسيح إنه هو باي هيدا البي أجمل وأفضل وأكمل من كل صورة بشرية ممكن نكون عم نشوفها واللي يسوع فرجينا إياها يسوع صحيح هو نحنا منعتبره خينا ولبسنا المسيح ولكن هو كمان عايش أبوه معنا على الأرض بكيف عايش كيف ربط لميزه كيف كان حاضر معهن كيف عمل الشفاءات كيف كان عمل الأعيزات كيف طعم الجموع هيدا فيها صفات من الأبوه وهون بهيدا اللي عايزة اللي عم بيحكي فيه عم بيقول طب أنت يا إنسان إذا ابنك هل أده بتعتبره هو غني عندك وهو عظيم بعيونك كيف بالأحرى بايك السماوي كيف بالأحرى بايك السماوي من فترة التقات بشخص أول مرة بيصير باي قلت له شو شعورك قال لي جمعتان قال لي عم بيختبر أول شي شو عظيم هيدا لقدامه الولد كيف طلع قداشه الرب عظيم ليقدر يخلق هيك مخلوق من لا شيء أوجده عجوبة مية بالمية والشغلة التانية اللي حكتير حبيتها قال لي اليوم إذا بيقولولي بايشية بترك كل شي وبجي بترك شغلي وبقوم بجي قال لي عم بتأملك اليوم إذا أنا هيك وأنا مثلين خطايا وضعف كيف بالأحرى بايك السماوي نعم شو ممكن يعمل كرمالي إيه اليوم ضروري تذكر إنه باي السماوي قادر يعمل كتير كرمالي لدرجة أرسل ابنه الوحيد لأنه يموت كرمالي تعرفي هيدا الحقيقة إذا بس بتأمل فيها تريزة القفلية بتقول إذا بس بصلي أبانا بوقف على الأبانا وبضل بتأمل فيها ساعة هيدا الأبانا قادرة لحالة تفوتني بسلام غريب عجيب لا سبب كتير بسيط إذا هو أبانا يعني أنا ابن عشو بعدني خيفان إذا هالأله اللي خالق الكون وبقول عنه هو ضابط الكل وهو بعث الأنبياء وهو العظيم واللي حرر شعبه من مصر واللي أرسل ابنه بملء الزمن واللي مات وقام وعمل المستحيل هيدا الأب بحبني لدرجة بيعتبرني ابن إله عشو بدي خاف فنياله عن جد نياله اللي بحس حاله ابن نياله لأنه هيدا ملك الدني كله هالأد بيكون عنده إيمان هالأد بيكون عنده رجاء هالأد بيكون عنده سلام لأنه الأشياء منا مرتبطة فيه مرتبطة ببيو وبيمشي بالحياة كمان يسيره في السماء لأنه هو بين أحضان بيو عشو بدي خاف صح كمان بير هادي من لاحظ الده يسوع بسط الموضوع طي يقدر العقل البشري يستوعب أنه أوكي عنا بيب السماء كمان نحن أولاده فينا نطلبه فينا نحكيه نسمعه الده بنحس بأمثلة يسوع بالإنجيل فيه هيك بساطة وصلنا الرسالة بطريقة كتير سلسة صح حررنا من إله ديان من إله الرب الجنود وإله اللي عنده هيدا الوهرة اللي بتخوف الإنسان إذا منرجع بالعهد القديم مع إبراهيم الله خاطبه لإبراهيم لأنه كان عنده غاية بدي يفوت معه بعلاقة وكمل التاريخ والرب كان عم بيجري بيفوت بهالعلاقة طبيعة العلاقة كتير تطورت كانت من إله من خالق لمعبود لبي يسوع المسيح تخطيها لأبعد بكتير صرنا إله بي ابن صرت أنا ابن لأله بالمعمودية أنا لبست المسيح وصرت ابن وعم شارك ببنوة يسوع المسيح مش ناك أنا ابن بالتبني فهيدي العلاقة اللي نحن بيحاجة إليه اليوم الحياة عن جد نياله الزكة اللي بيعرف الحياة أصعب من أن يعيشها لحالي وأصعب من أن أتكلع قدراتي وطاقاتي لحالي لأنه بيكتشف أنه على قد ما عم بعمله النهودي ما عم بقدر أصل لمطرح لبال بالعكس عم بوصل لأنه اليوم صرت بحاجة لأدوية أعصاب عم بوصل لأنه عم تقزم نسبة الانتحار عم تطلع الستراس الضغط بالعيلة المشاكل لاش كلنا صعبة واحد نسينا أنه الله بيت نعم نسيت أنه أنا بالحياة ما عم جاهد لحالي يسوع بإنجيل يوحنى بيقول أبي يعمل وأنا أعمل وهيدا عهده إلنا شغل للأله ما رح يوقف مشان هيك أنا اليوم بحياتي ما عم جاهد لحالي هو اللي عم بيشتغل فيي تذكر مربول الشؤال لسته أنا الحاي خلاص المسيح هو عم يحيا فيي وأكيد لما نقول مسيح عم يحيا فيي ولا مرة المسيح بيشتغل لحاله دايما الأب والروح بيكونوا حاضرين حاضرين معه فهيدا اللي نحن بيحاجة إله يسوع رفع مستوى علاقتنا أنا الدين باي الدين باي بيتفهمني حتى بنص متى خمسة وعشرين لما بيقول كنت جائعا كنت مريضا بيكمل الشي اللي كنت عم تقوليه أنه هالأد بسط صار هالأد متعاطف مع البشرية بقول لي يا أنسان إذا أنت جعت أنا كمان جعت إذا أنت وجعت أنا وجعت إذا أنت تقلمت أنا تقلمت إذا أنت نكروك أنا نكرت إذا أنت رفضوك أهل بيتك ما من نبيه مقبول في وطنه وإذا أنتوا تخلوا عنك أنا على الصليب كلهم تخلوا عني فاليوم اللي الله القاب والابن والروح القدس اختبر اختبارنا لحتى يقل لي أنا قريب منك ماني بعيد أنا بواسطك أنا بواسط شعبي أنا ما بترك شعبي فالرب اتجسد وفوت إذا بدك الزمن المؤدس بقلب هيدا الزمن تيقل لي أنا معك يا أنسان وهيدا اللي بحاجة نتذكره الله حاضر بالتاريخ ويرات البي بيكون حاضر بتاريخ عائلته أولاد مش بحاجة إلا لهيدا الحدود أكيد لازم يكون حاضر برهادي ولازم يعملوا إفار كتير كبير بهالموضوع ولازم العائلة تقرأ الإنجيل وترجع تقرأ كل اللي حضرتك تضلت هلا والأمتري كل اللي قلنالها يقروها ويتمع عنو فيها بتصير الإشاة يمكن مننا لحالة تفوت بالقلوب وتفوت بالعقول وبتخف المشاكل اليوم أغلبية مشاكل أولادنا من هن وصغار شو هي؟ غياب الأهل لأنه لما يغيبوا الأهل غياب الحب البلاش غياب الحب بابا فرانسيس دعى بلقاءه مع العائلات من سنتين تقريبا دعى ليحطوا عند أولاده خزان عاطفة خلوا يكون عند هذا الولد دابو عاطفة لحتى يكبر هذا الولد وبيعرف وحاسس ومصدق إنه بي وإمه بحبوه لأنه إذا ما كان عنده هذا الخزان أول ما يكبر أول ما يخرج من البيت رح يبدأ يشحد شمال ويمين هذا الحب ورح ياخده شمال ويمين ولوين رح توديه لقافات لانحرافات انحراف عن الطريق وكله لاش؟ انحراف عن الطريق رح يود أنه يترك الله وما يصدق أنه الله قادر يحبه لأنه اليوم من الآخر رب إذا بده يحب كيف بده يحب؟ إذا الله بده يقول لي أنا بحبك كيف؟ من خلال الناس اللي معي إذا اليوم البيمع بيخلي الله يحب ابنه من خلاله كيف بده يقول له بالآخر الله بحبك؟ والأمن نفس الشيء والأولاد نفس الشيء وكلنا ولو كلنا منعيش شايد البنو والألقاب بعتقد كلنا بأجمل المجتمع ويرات وإن شاء الله وفي كتير اليوم كمان ما بدنا نكون هلقات سودويين لا أكيد نتأمل مش بس نتأمل بواقعنا في علمات حب لهيد القاب اليوم كل الجمعيات العلمانية المكرسة والرهبانات إذا كانت نسائية أو رجالية والكهنة اللي عم بيخدموا شعبهم هوا كلهم على علامة شو؟ حب الله إنسان لا بده يترك كل شيء ويروح لا بده يقول هيدا صرخة يسوع إني أقدسه نفسي من أجلهم لو ما اختبر بنوته للقاب والقاب بعثه لعند هود الأبناء عكل حال بالعهد القديم ولا نبي كان يروح من راسه القاب الله كان يدعي هيدا النبي ليحب شعبه ويقل له روح ذكرهم إنه أنا بحبهم هو شعفي عنده عيزة كتير حلوة فاصل عشرة تقريبا بعد قد أبو 11 بيقول اتذكروا يا إسرائيل كيف كنتوا عجانة بالطريق وكيف الله بحبه جذبكن بروابط الحنان والمحبة بيحكيون عن هال الله البي اللي بحب هيدا شغلتنا وهيدا دعوتنا وهيدا دعوة البي اليوم بعيده يا بي منك بيع حسابك فيه قدامك مثال انت عليك تسعة تتشبه فيه ليش بدك تتشبه فيه اختبره كون إله ابن رح تقول ما بدي كون إلا مثل هيدا البي لأنه رح تعرف إنه هو راعي وبياخدك دايما للمراعي الخاص به هو دايما رح يعطيك الحياة ودايما حاضر فهو أجمل صورة بي ممكن إنك تكونه نعم نحنا رح نحط كل مخاوفنا ومشاكلنا بين إيدان ربنا اللي هو بين السماوي ومثل ما بين الأرض بنلتجي له كرمال يحللنا مشاكلنا وبيحللنا إياها معظم الوقت أكيد ربنا رح يتطلع فينا ويحللنا كل هالإفات يلي عم نعاني منا بالمجتمع نحنا نفاصل إعلاني صغير بير هادي ومنكمل حلقتنا مشاهدينا منكمل حلقتنا بمناسبة تعييد الأب من بعض الفاصيل مع بير هادي بير هادي بهالفترة منحس كتير فيه أخضوعاتها بموضوع التعامل مع الله والنظرة إلى الرب فيه وجهة نظر بتقول إنه الرب الديان العادل الليزم نخاف منه نخاف من الآخرة وفيه وجهة نظر تانية بتقول لأ الرب هو البي يلي مستعد يعمل كل شي لأولاده لأب الحنون المتسامح المحب يلي مليزم نخاف منه أبدا شو فسر لي عن هالموضوع وليش نحنا مرئين هلأ بهالزمن هيدا بكل تاريخ الكنيسة كان فيه هودة طياران والطياران شوي بيتناقضوا وعلى الأطراف يعني كل طيار بميلة والمشكلة إنه عم بيحصروا صورة الله بهاك منه اللي عبقول الله هو فقط هو عادل وديان والله هو تاني الصورة اللي هو الكتير حنون اللي هو الإلاخره وبيلغوا فكرة الدينونة فكرة الحكم فكرة الحساد صح من ميلة الله العادل والهو القاضي وهو اللي بده يحكم والفي الججماء الاخرية واللي بده يطلع هاودي الأشخاص عم نشوف هني عندهم ميل انه يحبوا هاك إله لأنه بحاجة لضوابط بحاجة لضوابط فبياخذوا هالسورة من الله وبيحصروا الله بهاك وممكن بحديثهم يلغوا فكرة الله المحبة ويلغي الله الحنون ويلغوا الله الباي بيبطلوا قدرين يشوفوا بنظرتهم إلا هيدا الأله وعننا التطرف الثاني اللي هو بنفس الخطورة اللي مش قادر يشوف بأله إلا أنه هو الله الحنون والمحب لدرجة نفي أعمل بدية مكرر بيسامحنا مية بالمية لدرجة من سريعة تعبير من ميع سورة هالأله نيناتهم منهم مبنيين على كتاب مؤدس كتاب مؤدس واضح الله كشف عن حاله بأنه هو محبة ونقطة بس هيدا المحبة ما بتنفي فكرة الحساب لأنه موتتنا هي حساب عن كل حياتنا وعبورنا للحياة الأبدية هو فعل حساب هلأ بيبقى السؤال كيف بده يكون هيدا الحساب هل هو بمنطق العدالي الحساب باعتقد بالكتاب المؤدس بس الله بيبين وما تنقذ منه عادل الزلم اللي اشتغل الصبح واللي اشتغل آخر ساعة اتنيناتهم أخذوا نفس الأجر وقال له للي اشتغل الصبح شو بدك أنا قداش رح تفعله أنا اللي جايبه اللص اليمين اللص العالصليب بالأحرى آخر دي أتاب وان العدالة العدالة مفهوم بشرة نحنا وضعناها تنظم حالنا بين بعضنا الله ما في قلبه صو حمله مفهوم العدالة لأنه بالكتاب المؤدس مش مبين بالعكس العدالة كانت انه الخاطئ المرأة الزانية الرجم هايدي هي العدالة واذا بنا نحسب عدالة العشار اي عدالة عم بحكي عنه الله هو محبة بس هايدي المحبة ما بتنفي انه في حساب كيف رح حيكون الحساب كتير هيا باعتقد الابن لما يغلط ويجي وقف قدام باي وامه مش مضطرين للأهل يحكوا ما بعتقد المضطرة لا الباي ولا لا يحكي عيون هي اللي بتحكي نحنا قدام البي السماوي لما نوقف قدامه لحالنا رح نحس حالنا انه نحنا مقصرين انه نحنا رفضنا حب الله بحياتنا وانا رح اعرف وين بدي روح واي المسافر رح كون فيها رح كون مع القاب او بعيد شوي بالمطهر لانه في عندي كتير بعد متل ما بيقول مربولوس بدي اتمحس او اتطهر بالنار اللي بتطهرني النار المؤدس اللي بتطهرني تقف قدام الله الطهر او انا رفضت الله كليا مين رح يكون بالمطهر وبجهنم ما بنعرف بس الكنيسة بتقول بكل وضوح الله هو اله محبة هيدي صفته الحقيقية واكيد في يوم رح نتحسب فيه على كل ماضينا وكل اللي عشنا بحياتنا وقال له ما قلع معنى معنى النهاية كيف نتركع الله مش نحنا نجرب نقول لا هيك ولا هيك خلي هو الرب هو يعيشنا هيدا الاختبار عكل حال بمطة 25 بيعطينا هيدا السورة هو الملك الرح يوقف وهو الراعي والراعي بحب الخلاف فلما يحسبن رح يحسبن كيف انطلاقا من مبدأ هو عاشه بيعرفنا كتير منيح ما رح روها في قدام حدا ما بحس فيه رحوا في قدام حدا بيعرفنا بيعرفنا لما خطيت لاش خطيت وبيعرفنا لما وقعت ما كان بدي بس وقعت بعتاد اختبار مربولوس كتير كبير ممكن ما بنخلص لما نحكي عنه خاصة بهيدا النقطة الخير اللي بدي اعمله ما عم بعمله والشر اللي ما بدي اعمله ما عم بعمله فخلونا يا بشر نترك على الله هو كيف حسبنا ومش نحاسب بعضنا هون على الارض على الاكيد الله محبة في حساب نتركه هو يكمل الباقي مية بالمية هيدا الحديث بدنا نوجهه لكل الاشخاص يلي عم يتشارعوا بهالموضوع ويلي ما عم يوصلوا بالنهاية لنتيجة وعم نشوه صورة الله وعم نشوه صورة الله صح بير هادي كاميرا مريم تيفي نزلت على الشارع وسألت العالم اسئلة من فحوال مناسبة خلينا نشوف سوا الريبرتاج ومن نقشه أنا ويك لبيك بهالعيد الحلو 21 حزيران عيد الأب شو بتواجهله كلمة شو بتقليل واشي بشكره أنه عداه ويتم فينا توصلنا لهونه وبتمنى له الصحة الدين يا رب واجه تحيي ونعاد علي العابيات ونوأمها هاتف شعور وانتو كمان مرشين عدا لكم بي الله خلو لي وخل تسحته ونخلي لي بديد يوم الله خلو لي يا رب بقدسوا هذا أهم شيء بس كلهم من الكنياتو بس آآ الله يرحم أجلهم والله يخليهم ويحفظهم ويسترعليهم كل شهر كل مكروه الله يحس الجميع ويحس الله لله الجميع من أنه صحة طيبة وظل صحة منيحة بولوا بيه كل عام انت بالفغير قموا بالمهمة اللوية اللوية باعليكم لحتى نبني على الوطن من أنه لولا العمر بيه ميت أنا بس عادي جاوزي لولا السبع عليك يعطيه صحة ويكمر رسالته الله يخلي ربك العيلة ويطول العمره عنده بسئولة كبيرة رأس العيلة نعم هو جسر البيت هل بتشعر بالأمان أنه عنا بيه بالسمى كأمان عادي يحرسنا؟ أكيد أكيد باين عنا بالسمى أكيد رب أكثر شيء على المشيء يدوح حدي ويحرسني أكيد هذا الشيء دائم يشعر فيه دائم لو ما في عنا بيه بالسمى ما فينا نعيش يعني نحن سلمين أمر للا بيه بالسمى أكيد أكيد يا ربي الله أكيد أكيد في واحد عم بيشوف فوق لكن لو ما في عنا مش بيه بيه وإخوي وإميت وأخوات عم بيطلعوا فينا من فوق نحنا كنا رحنا مش المين بس جي مع كل المنطقة كلها كنا تراح لنا أساسا خلق كل شيء، كل الحياة، كل.. يعني ما في أعز من الأم والبي خلق حقيقة وانا الله يرحمون ونعيتهم أبق الله يرحمون أو أب لا يعيش في أمر الطوينة برهادي اللي بيلفت بهالمؤابلات العاطفة والاحترام تجاه الأب يلي لحسن الحز نحنا بعدنا محافظين عليهم بمنطقتنا خاصة ببلدنا لبنان شو لفتك حضرتك؟ نشكر الله انه بعد عنا هيدا العلاقة البي بالبات منه بس منطلع مصاري منه البي كمان هو مثال وهو صورة الابن ع كبير فالولد هو عم بيكبر بيتطلع صب بيتطلع ببي وبيقول بدي يكون هاك هو مثاله الأعلى سبتسال الولد من هو زيك شو بدك تعمل بنقل اللي بيشتغلوا بيه بنقل ممتق بيه والبنت كيف بدك تتجوزها؟ بدك تتلعب ببيه هيدا المسئولية وأهلينا هن الأساس لو ما منه انحنا مش موجودين هن التعب و هن السهر و هن اللي ماتوا لحتى نحنا نكون عم نعيش فأكيد بهالم مناسب كمان تحب عيال بيه نحنا كمان من عيده وأكيد إله فبل كبير ان يكون أنا اليوم هاك موجود مطرح معنا الله يخليكن لبعض بير هادي كمان الملفت السؤال عن البيه السماوي الملفت بهالريبورتاج كيف العالم كلها تفاعلت مع هالسؤال وكلها ع نفس يعني كأنه الأجوبة محضرين لنا إياهن أكيد بنشعر بالتمأمينة إنه عنا بيه بالسماء هالشي كتير أنا هيك لفتني وكتير تأثرت فيه إنه لأ بعد فيه ناس عندها التأكيد إنه فيه بيب السماء حرسها وحيميها وبيطلع فيها ومشتركها الحلو إنه مثل ما قلت حضرتك إنه فيه هيدا الجواب هلأ بيبقى إنه بتعرفي دايماً عنا جوابان فيه الجواب اللي بتمنى إنه كونا بعيشه مقتنع فيه وعبالي إنه يعيشه وفيه الجواب العملياً أنا بعطيه وبعتقد فيه كتير فرق للأسف كلنا من عيني منا بين اللي بحب كونه واللي أنا بكونه تعرفي زكريا مثلاً كان كاهن ويوعظ ويعلم الناس إنه إبراهيم ما كان هو وصاره يجيب أولاده والرب أنعم عليهم وبالعهد قديم مثلاني أمثلة هك لما وصلت علىه والملاك عم بيخبره قالوا ما صدق نحن عنا مشكلة وقت منقتنع على كل الناس هايدي الشغلة ممكن تصير بس لما بد تجل عندي بخاف يعني أنا جواتي مقتنع إنه الله باي مقتنع إنه الله عم بيدبر مقتنع إنه مثل ما قاله في عين سهراني في حدا سهران فوق في حدا عم بيصلي في حدا منتبه علي بس أنا قدام المشكلة شو بعمل مش هيني قدام المشكلة وأنا رايح وشايف حالي رايح على أزمة ضل واسق إنه باي ما رح يتخلى عني مشان هيك ياسوع بقول من يصبر إلى المنتهى أي منتهى منتهى هالأزمة أنا رايح وشايف قدامي حيط مسدود بقول أنا مآمن بالقاب بس كل ما قرب من هالحيط بشيل عيوني مثل ما بطرس عمل مع ياسوع شال عيونه عن ياسوع شو عمل أشط بالماء لما مشي على الماء أنا ورايح سوب هيدا الحيط وفي صوت عم بيقول لي الله معك ما تخاف بنسى هيدا الصوت بزيح إذا خليت هيدا الصوت معي وإمنته عن جد وثبتت إنه الله معي وهو باي ما رح يتركني رح أوصل وهيدا الحيط رح يتكسر ويتحول لجسر وأعبر عليه فيارات إن شاء الله نكون المنقوله عن جد هيك منعيشه ومنتمرن إنعيشه مش ضروري يكون شعور الأبوة يقتصر فقط على الأباء تجاه أبنائهم في حالات كتيرة بيكون فيها الإنسان بموقع الأب لأشخاص منهم أبنائه الفعليين على سبيل المثال الكاهن يلي بيكون هو الأب في الرعية يلي محاوط أبنائه مثل الراعي الصالح شو بتقلي عن هالموضوع؟ الكاهن ومارسينك عم تذكر هيدا الموضوع أكيد منعيد كل الكهنة والأباء والرهبان لأنه هن كمان أباء لرعيهن للمناطق اللي هن موجودين فيهم صح وهن المسؤولين المباشرين على سورة الله الباي اليوم بالمجتمع إذا غابت سورة الله الباي من بيوتنا لأسباب متعددة الكاهن واللي كرس حياته لأ الله أصلا دعوته الأساسية أنه يكون أبن لأ الله وبعتقد بعيشنا لهيدا الدعوة أنا ككاهن أن يكون أبن للرب اتكل على اسأله شو رأيه استشيره أعطيه مكانته بقلبي مثل هو البي مع الأبن رح صير أنا سورة عنه كباي وعيش هيدا الأبوة الشاملة مع كل الناس اللي برعيته وبرات رعيته مشان هاك الكاهن هو عنده هيدا الأبوة بس بعيشها ببعد الشامل البي بالبات عنده عائلته البي بالمفهوم العشائر اللي كان موجود هو باي لعشيرة محددة البي لضايعة كمان هو واجهة الضايعة أو هو البي المسؤول عن تنظيم حياة الضايعة هو لها الضايعة بينما الكاهن هو باي للجميع وبيستمد هيدا الأبوة من أبوة الآب لأله على كل حال من الكتاب المؤدس كتير موجودة مربولوس بيحكي مع تيموتاوس تيموتاوس تلميز وبيقول له إلى ابني الحبيب واللي ولدته بالمخاض إلى أبناء الذين أحبوهم كثيرا وهلأ جاي بكورنتوس وبيغلاطيا وخلوني يكون عم بعطيكم نصيحة هيدا الأبوة اللي بأول درجة هي مسؤولية الكاهن أنه يعكس سورة الله البي بحنانه بعطفه على شعبه بأنه يكون هيدا البي الحاضر بوسط شعبه مش قاعد بالمكتب ومش قاعد بمدروان بعيد ما بابا فرانسيس بيقول على الكاهن أنه يكون راعة ريحة الخراف علىه يمشي وراء الخراف ليدفعهم لقدان يمشي مع الخراف ليشوف شو أحوالهم ويشجعهم ويمشي قدام الخراف ليكون عم بيقودهم على الطريق والبي نفس الشيء البي بيمشي وراء أولاده ليدفعهم لقدان بيمشي مع أولاده لا يشوف هن وينهم لا يشوف شو شاكلهم شو جعهم مش بيكون قاعد بعيد وبيعتبر حاله باي الأبوه هي علاقة الأبوه هي علاقة وما في باي بدون ابن وإذا اليوم واحد وينما كان برعيته أو غير مطرح إذا ما بيعامله كابن أنا ماني باي لأنه أبوتي لأنه اللي قدامي هو ابن فبيمشي معه وهي دعوته وإن شاء الله كنا عم بعيشها وإن شاء الله كلنا نكون عم نعيشها وكمان أنا باي إن نقمشي قدام أولاده كون مسهلهم الطريق لحتى قودهم لعند الآب السماوي فهو عملية متكاملة نتشاركها مع بعضنا هاي دي أول درجة والدرجة التانية بالأبوه ومشان هاك سمونا أبونا أنا مسؤول والبي الأبوه مسؤول عن تعليم في تربية الكاهن بديكون عم بقى ديها كباي مانا بس سورة الآب السماوي كمان هي سورة المعلم تعرف الرومان كانوا لما يشتاحوا مدن ياخدوا عبيد من بين العبيد يكون فيه ناس مسقفين هاودي المسقفين ياخدوهم وحطوهم بالأقصور يربوا أولادهم للرومان هاودي كانوا يسموهم الكلمة اليونانية باتر الباي وهيدي الكاهنوت عنا جزء منها أنا معلم ومربي كمان هاودي الصورة التانية للأبوه اللي الكاهن مدعو أنه يعيشها صح الديس يوسف هو الأب الصامت يلي لعب دور أساسي بحياة يسوع والبابا فرانسيس بيدعي الأباء إلى الاقتداء بحكمة يوسف وطاعته لمشيئة الأب السماوي وأيضا مار بطرس كان بمثابة الأب للرسل وكان يجسد معنى الأبوه بكل ما للكلمة من معنى برق هادي قادرين نحنا بهالزمن هايدا نتمتل بمار يوسف وبمار بطرس بمواجهة كل المغريات والتحديات يلي عم نورق فيهم هلأ للقادرين قادرين بعتقد اللي بيقامن أنه هالقربانة الصغيرة قادرة تتحول بفعل الروح القدس لجسد وهالخمرة لدم يسوع بعتقد اللي بيقدر يعمل هاي ده مش كتير صعب علىه يحولنا ويخليني يكون عم بصير إشبه يوسف وبطرس عكل حال ميزة يوسف حكينا عنه راح إيدا بشكل سريع ميزته لمار يوسف أنه قطاع الأب وما فتح صورة أبوه على حسابه كان هو عايش الطاعة الكاملة للأب السماوي وتاني ميزة له يوسف مات ورح قول كيف مش هين بي يسمع من ابنه لازم يكون عن بي لما ضيعوه لقيوب الهيكل ولقيه يسوع فجأة يسوع يقلهم مش عارفينه رح يكون عن بي بعتقد بلحظته إذا منرجع ببساطة في غصة كانت بقلبه ليوسف ما أنا بيك بس هاي الغصة مؤدسة ليش؟ لأنه عارف يوسف يموت ويخلي الآب السماوي يبقى آب لأبنه عارف يوسف مش بس هاك صحيح هو بيه لياسوع بس هو كمان خيه لياسوع لأنه اطنيناتهم عنده نفس الآب السماوي فبعتقد البي الأرض علي يتعلم من يوسف كيف ما يفتحها حسابه أبوه ما في أبوه برات صورة الآب السماوي ما فيه كله شيء تاني إذا بدك مزيف مثل الحب ما في حب منه يسوع كل شيء تاني مزيف سميه تعلقات أمراض نفسية هاي دي أبوة يوسف وقدرين نعيشها لما هيدا البي يركع ويسأل الآب السماوي لما يعتبر حاله ابن بعتقد قادر يعيشها مع أولاده وبالعكس بيحرره لأنه غير هاد رح يصير الولد وسيلة بإيد البي بيتحكم فيها هو بدي يقول له شو اختصاصه هو بدي يربيع تصرفاته مش بيقول له أنت للآب السماوي رح عيش مع الآب وبترس نفس الشيء أبوته لبترس بتتجلى أنه كان هو المرجع من لاقي يوحنى مثلا ركض على القبر وصل قبله لبترس بس نطره لأنه بترس هو الرأس بولوس لما قرر يبلش الرسالة راح زاره لبترس هيد الأبول مثل المرجع هيدا الرأس بالعيلة الرأس وينما كان هيدا بحاجة يبقى اليوم بالبيت شئنا أم قبينا وقد ما نحكي عن مساواة ضروري يبقى في رأس مثل ما بالكنيسة اليوم البابا روما ما أنه ميزة له وهيدا بريفيلاج له أنه هو أعلى بالعكس لا حضوره هو علامة أنه نحنا كلنا عائلة وحدة وفي عنا رأس هيدا الرأس هو الباية العائلة كلها حضور الرأس ما نخاف منه بالمؤسسات كلها في رأس وبالعائلة ضروري نحافظ على الرأس وهيدا المربولوس بيحكي عنه هو الرأس الرجل هو رأس هيدا البيت مش لا يتسلط شو بيقول عن المرأة لا يعملها متل ما عمل يسوع كنيسته كيف عملها يسوع كنيسته مات من أجله فهيدا الأبوة اللي نحنا مدعوين عيشها وأكيد منقدر نعيشها مش لأنه نحنا قوايا لأن الروح هو الذي سيعمل فينا عكل حال كل الإيمان المسيحي ما أنه قيمة علينا قيم على عمل الروح وأنا بس بتركه وهو بيباشيني وهو بيعمل الروح يقودني حيث هو يشاء فأكيد قادريني حالو ترهادي هل أنت مع الآراء يلي منسمعه كتير رب عيد الأب 21 حزيران إنه الأب منسي الأب ما عم تعطو حقه لازم أكتر تضو عليه بهالفترة كتير بسمعه هيدا الأراء خاصة أنا وعب حضر الحلقة هلأ فقته تعملوا حلقة للأب و آه في عيد أب يعني فيه ناس حتى ما بتعرف إنه 21 سيئة حزيران هو عيد الأب هل أنت مع هالأراء هيدا الأب منسي؟ على كل حال التاريخ هو فيه تاريخان في بلدان بتعيده بـ 19 قدار مع عيد ماريوسف خاصة بأمريكا الجنوبية بالبلدان الكاتوليكية بتعيده مع ماريوسف لأنه هو ببي العائلة مع هيدا الفكرة إنه البي منسي بصراحة البي والأم منسيين وبعتقد هيدا المشكلة مانا جديدة إذا منرجع العهد القديم وسيطه للأله أكرم أباك وأمك غريب غريب كيف الله بده يوصل إنسان يكرم بي وأمه هيدا أول ردة فعل إنسان ليش بده يحطها كواصية هيدا شي بديه نعم بس لأنه بيعارف الله إنه نحنا ما بعرف في كلمتاني بس أليلين الوفا يمكنه مننسى ومننا كتير ممنونين أو منعتبر أهلنا تحصيل حاصل مش إنهيك بنسى أهلي بنسى أهلي وفي الأنانية بتلعب دورة أنا عم بكبر أهلي بحطهم على جنب وأنا بكمل حياتي وكلنا منقع بهذا الفخ إذا كنت خورة أو مش خورة ويمكن أفكار تاني إذا أنا خورة إلتهي برعيتي بنسى أهلي وهيدا كمان فخ بنقع فيه فبعتقد اتنايناتهم منسيين بس زيادة البي ممكن لأن الأمة بيبقى فيه رابط غريب عجيب مع الأمة ما تنسى الولد هو شقفة من أمه عاش فيها تسعة شهر صارته وصارة وجع معه وان وجعت فيه ربق قدام عيونه هي حضنته هي هي البي بحكم وظيفته البشرية بحكم دوره بقلب المجتمع البي شوي هيك بيبقى فيه هيدا المسافة يعني الأمة بتربع مع الولد البي بيجي بيشوفه الساعتان الثلاثة بحكم هيدا طبيعة الحياة يمكن البي مننسيه أكتر لأنه ما تعودنا نخلق هالرابط بس فيه أباء لأ بالوقت اللي عندهم فرضوا هيدا الوجود لأنه كانوا حاضرين والحضور ما أنه بس أنه يقعد بالبات الحضور أنه أحكي أنه فوت على عالم ابنه بعتقد فيه كتير بيات بينشكروا وبينباس إيديهم أكيد أنه بالوقت اللي كان عندهم كانوا ملء الحضور وعطوا بكل الوقت برهادي شو نصيحتك للأباء بهالعيد وأيضا نصيحتك للشباب يلي عم يستعدوا لتأسيس عيلك آخر هيك نصيحة بحب أولى للأباء اتذكر أنك قبل شيل عن ظهرك أنت باي بس في عندك باي ما رح تعرف تكون باي صالح إلا لما تكون ابن صالح للأب أنت منك يتين وعقل بيقلك إيها منك يتين عندك باي سماوة لو أهلك هون تركوك لو أنت عم بتجاهد لحالك بالحياة منك لحالك لسبب كتير بسيط الله هو ادعاك الله هو اللي عزمك تعمل عائلة الله اللي هو دعاك لأنك تكون رب هيدا العي وباي هيدا العيلة خلي الله يعمل شغله ما تعمل شغلك وشغله ما هو شغلك بس ترك الله يعمل شغله للأشخاص اللي عم بيقرروا هلأ يصيروا أباء أنا بقلكم تشجعوا ما تخافوا من فكرة الالتزام وبنفس الوقت ما تضايعوا اليوم إذا بدي فوت ع حياة لعالم دايما بيكون فيه مثال قدامي بدي أسعيله بالبزنس حياة لشغل عم بيشتغله دايما فيه حدا بيبقى هو اللي نوره هاك ضوه كتير بهيدا المجال وبقول بدي يكون مثله بدي يصير مثل هيدا الشخص بيحياة للمجال اليوم بمجال الأبوة في عندك شخص لمع هو الله البي فقدامك فيه مثال ما تضايع وتقول ما بعرف كون باي تعوى تكون ابن لهيدا البي أخلاق علاقة مع البي السماوي وهو رح يعلمك كيف تكون باي فبالآخر للاثنين نفس الكلمة من كون يا تاما لا أترككم يا تاما أنا رح أعطيكم روحي وهو رح يعمل كل شي فيكم رح يصلي فيكم رح يعلمكم رح يدفعكم رافع عنكم وبنفس الوقت رح يضل يذكركم أنه الله هو باي وهو ابن وهو روح كدس فنحن لسنا يا تاما ومننا عبيد بارهادي بدي أقولك مرسي كتير على هالحلقة الحلوة وأهلا وسهلا فيك بمحطة مريم وعلى أمل أنه نرجع نتلاقى بحلقات بالمستقبل إذا الله راد ومنرجع من عيدك ومنعيد أهلك أكيد مرسي كتير لك والرب بارك مسيرتك وأكيد هو راض عنك من فوق وهو حدنا كمان وهلأ كان حاضر معنا وأكيد نعاد على كل الناس اللي بتعرفيون اللي هنه أبئ أهلا وسهلا ويرحم الأموات اللي سبقونا مضبوط للمدينة صاروا مع بينا السماوي مدينتنا هي السماء فالله يرحمهم ويشملهم برحمته نعم مشاهدينا بدي أختم حلقتي بتحية لكل الأباء يلي عم بضحوا ويواجهوا التحديات والصعوبات بهالزمن الصعب جدا بنعاد عليكم بدي أختم حلقتي بترتيلي حلوة كتير اسمها ستبقى أبي وبتمنى لكم صهرة حلوة برفقة برامج مريم تيفي الله معكم موسيقى 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 اشتركوا في القناة كيف أحيا وأعيش معك زبني معرفة بك إني أحبك وأنا دوما لك تعلم ضعفي وجراحي تعرف قلبي وأفكاري أرغب أن أحياك بكل كياني بروحي وأحساسي سامح عدم إخلاصي كنت أبي وأنا ما زلت في كتك أنت أبي حين هوجعتني حين وردتني لحياتك أسقطت أبي إلى الأبد دمك ينضح نفاط أشفيني نفسا وجسدا أنا في قلبي العالم متع أبقى أصبح كلي لك المجد والحمد لك حبيبي أخو القلبي ينضح قد روحي وجسدي وتعال ينضح الحب هلما الآن نورني حررني تعال ياربي ياسوع تعال كنت أبي وأنا ما زلت في كتك أنت أبي حين رجعتني حين وردتني لحياتك وسط الطريق إلى الأبد إلى الأبد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة